كاميرا أكستر نيوز في نيويورك رصدت أراء الأمريكيين حول تدعية الأزمة الأوكرانية على التفاع الأسعار في بلادهم سينتهي هذا الارتفاع بانتهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا إنه شيء مريع إنه يؤثر كذلك على ميزانيتي ففي الصابق كنت أملأ خزان الوقود مرة أسبوعياً أما الآن أصبح مرتين في الأسبوع والزيادة أيضاً وصلت للمواد الغذائية وأصبحت مضاعفة كنت أنفق حوالي 75 دولار في الأسبوع أما الآن أنفق ما بين 150 و 200 دولار الجميع يحتاج الآن إلى عمل إضافي أفعل ما في استطاعاتي للبحث عن محطة للوقود منخفضة السعر نسبياً باقي المحطات تزود ما بين 20 و 25 سنت في الجالون أنا أدفع يومياً 30 دولار كانت تكلفني هذه الشاحنة 60 دولار لملء الخزان الآن 150 وهذا تقريباً الضعف إن الأمر صعب كنت أتكلف في السوبر ماركت في المرة 30 دولار أما الآن فإنني أنفق ما بين 50 و 55 دولار أدفع 87 دولار الآن كنت أدفع 62 دولار في السابق هذا الارتفاع يؤثر علي بشكل مباشر حيث أن لي عائلة وأنا العائل الوحيد للأسرة الارتفاع أيضاً ملحوظ للغاية في المواد الغذائية كل شيء أصبح غالياً الأسعار أصبحت مرتفعة جداً أشعر بهذه الزيادة عند التسوق وفي الوقود بالطبع مصرفات المعيشة أصبحت غير محتملة وذلك بسبب الحرب لقد كنت أذهب إلى السوبر ماركت أنفق 100 دولار على سبيل المثال أنا الآن أنفق أكثر من ذلك بكثير وهذا يضع معاناة على المجتمع أتمنى لا يستمر هذا طويلاً لأنه ضغط مادي كبير علينا ترجمة نانسي قنقر